اشتركوا في القناة اقامة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع لعام 2019 بمشاركة من مختلف القطاعات العسكرية بالمملكة وبحضور كبير من القيادات العسكرية من مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة واكد سمو رئيس الحرس الوطني ان المعرض نجح في استقطاب الاهتمام من معارض الدفاع الدولية الاخرى وذلك بفضل الرعاية الكريمة لجلالة العاهل المفدى يده الله ورعاه وكذلك بفضل الجهود المتميزة التي بذلها اللواء الركن سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الحرس الملكي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والتي كان لها الأثر البالغ في إبراز هذا الحدث الدولي الكبير بصورة مشرفة وإضافة المزيد من المكتسبات الاقتصادية والإعلامية لمملكة البحرين دعيا سموه المولى عز وجل بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار لوطننا الغالي تحت ظل قيادة جلالة الملك المفدى وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله برقية شكر جوابية إلى الفريق أو الركن سموه شيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة نجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في نسخته الثانية وأكد جلالة الملك المفدى أن ما حققه هذا الحدث الدولي من نتائج إيجابية تمثلت في المشاركة الدولية الكبيرة والمداولات العلمية البناء يعكس ما يتمتع به أبناء البحرين من قدرة كبيرة على رفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل بما يحقق الخير والازدهار لوطننا العزيز مثمنا جلالته الجهود المقدرة لسمو رئيس الحرس الوطني في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة ترجمة نانسي قنقر